الملك حمد بن عيسى آل خليفة الملك حمد بن عيسى آل خليفة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة كان في الاستقبال الفريق بحري شارلز برادفورد كوبر قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس وسيد ستيفن بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية وقائد سلاح البحرية الملكي البحريني حيث أدي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله التحية البحرية العسكرية وعزف السلام الملكي ترحيبا بوصول جلالته ثم صافح جلالته عددا من منتسبي الأسطول الخامس الأمريكية وقد أعرب جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعا عن شكره وتقديره لقائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس على هذه الدعوة ثم قدم لجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعا إيجاز حول التعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين ومشاركاتهم الإنسانية مع الدول الشقيقة والصديقة في تأمين حرية الملاحة وانسيابية التجارة البحرية في المنطقة والعالم ترجمة نانسي قنقر